بسم الله الرحمن الرحيم السادة مشاهدي قناة الصحة والجمال لـ HBC والسادة متابعي حلقات صحة حواء أهلاً وسهلاً بكم بعد الأجازة اللي احنا أخذناها فترة رمضان كلها لأن فترة رمضان كان هيبقى كلها روحانيات وكان هيبقى صعب أن احنا نتكلم في الطب والحاجات دي والمواضيع اللي علاقة بالطب قبل مبدأ الحلقة اليوم إن شاء الله بشكر الجيش الأبيض السادة الأطباء في المشرفين على علاج المرضى بمرض كورونا وتضحياتهم المختلفة لصالح الشعب المصري وبشكر طبعاً نقاط الأطباء على دعم هؤلاء الأطباء في محاربة الكورونا ولا ننسى السادة زملائنا اللي ندعو لهم بالرحمة اللي هم توفوا في من مرض الكورونا الله يعني ربنا يرحمهم وجزيهم كل سواب إن شاء الله ولا نملك إلا الدعاء للسادة زملائنا وكتير من زملاء إحنا لقناهم يعني حدث لهم المرض الكورونا وتوفهم لكن بنقول إن ده واجبنا كأطباء إن إحنا نقف في مصلحة الشعب المصري وبرضو بناشد طبعاً كل الشعب المصري باتخاذ كل الوقائيات من اللي بتلزموا بكم الحكومة المصرية وده طبعاً لمصلحة المواطن وأسرته ومصلحة الوطن كله يعني حتى لا تمكن من تلجيم أو تقليل تفشي مرض الكورونا يمكن الحلقة النهاردة كانت لازم تبدأ ببعض الحاجات الأساسية اللي إحنا قلناها دلوقتي لكن حلقتنا النهاردة ليه علاقة بالفترة رمضان اتصالات التليفونية اللي بسمعها كتير كانت فترة رمضان كلها والسشارات كان معظمها هي إن سيدة حدث لها نزيف وجريت على الطبيب عمل لها موجات صوتية واكتشف تواجد ورم ليفي في أثناء عمل موجات صوتية وبدأ يقول إن هذا الورم لازم نعمله تدخل جراحي هو ده النهاردة اللي هنبدأ فيه نمسكه مرة أخرى ونقول يا جماعة الفترة اللي إحنا فيها دي لازم الأسادة الأطباء يرجعوا لما تم تدريسه لهم ما هو البرامج العلاجية في الورم الليفي يعني حتى دلوقتي بدأنا نغير التقرير بتاع طلب سلاسي الأبعاد بدأنا نطلبه ونقول للطبيب اللي هيعمل الموجات الصوتية السلاسية الأبعاد اعمل كذا وكذا وكذا وحتى يتيح لنا الفرصة القرار المناسب لهذه السيدة اختيار قرار لو كان فيه قرار بعلاج جراحي على طول يبقى إيه اللي خلاني يعد أدور على كل حاجة في هذه السيدة اللي تعاني من تواجد أورام الليفي وبالتالي قررنا في الماديجي نطلب ريكويست أو طلب عمل موجات فوق الصوتية سلاسي الأبعاد أو رانين دايما دلوقتي بدأ نقول علشان نحسن اختيار البرنامج عشان نفصل برنامج لها يناسبها برنامج علاجي ولا جراحي لأن الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي في المستشفيات يفضل ان احنا نعالج وخلي السيدة في المنزل ونعالجها ايه اللي خليني ندخلها المستشفى ويبقى نسبة التعرض للكورونا وارد وبالتالي لا يا أطباء شفتوا بقى لما قلنا كنا بنعلمكم ما هي الاختيارات العلاجية للسيدة عندها أورام ليفي قرار جراحي أو قرار طبي هو ده قرار طبي عالج يا دكتور لأن السيدة دي الأفيد لها تبضى في بيتها الأفيد لها انها تعالجها وتستجيب للعلاج وبالتالي لا تدخل جراحي ونبقى ما عندناش نية التعرض لمشاكل اللي احنا بنعانيها دلوقتي في المستشفى وبالتالي أنا بقول أن الدكتور اللي عنده عشر حالات فيها أورام ليفية على الأقل هتكون واحدة بس اللي ممكن تحتاج تدخل جراحي والباقي التسعة دولة يتعالجوا ويعودوا في بيتهم وهيبقوا زي الفل مشايعانوا من أي مشكلة أخرى وبالتالي قصة أنك اكتشاف ورم ليفي بالصدفة البحتة يعني لسه أمس بيكلمني أحد الزوج مريضة من المرضى بيقول لي أنها عندها خمسة واربعين سنة وأنها بتستخدم وسيلة تنظيم أسرة وعندها دم يا دكتور يعني أي دكتور بيسمع هذا الكلام لازم يعرف أن التراب الدورة في الفترة دي ليس لها علاقة نهائي بالورم اللي فيه خالص أحد السيدات أيضاً كاللي سألتني هي مراكبة اللولب وعندها تمانية واربعين سنة واللولب قالوا تمانتاشر سنة ولا أربعتاشر سنة وبدأت تعاني من ارتجال نزول الدورة من هنا بنقول إيه يا جماعة ما ينفعش شيل اللولب زبط الهرمونات عالج هذه السيدة حتى في توقفات وهي عندها ورم ليفي طبع الورم اللي فيه موجود بقاله مدة كبيرة لكن احنا بنحسن اختيار اللي هي السيدة اللي محتاجة تدخل جراحي خلاص دي محتاجة تدخل جراحي أما السيدات معظمهم بيبقى مش محتاجين تدخل جراحي لهذا الورم اللي فيه خالص وبالتالي الظروف اللي احنا فيها طبية دلوقتي اللي بتعاني منها الدول العالم كلها ويحنا منهم يجب على الأطباء اختيار المريض اللي هنقول ده محتاج تدخل جراحي هو ده الطب هو ده اللي احنا بنعالجه يعني احنا بدأنا دلوقتي حتى بنفكر في تغيير برنامج الأسئلة للسادة الأطباء في المجلسير أو الدكتوراه عايز اعرف هو ليه بيميل للجراحة دايما عايز اعرف هو ليه نسي ان فيه برامج علاجية طبية وازاي ان هو يحسن اختيار السيدة دي علاج طبي السيدة دي تدخل جراحي لان هو بروتوكول يجب على الأطباء ان انتهاج هذا البروتوكول العلاجي للسيدة التي تعاني من نزيف وفيه تواجد ورم ليفي وبالتالي انا ما بقولش لكل السيدات اعالجها لان فيه بعض السيدة ان القرار الطبي جراحي لانها فيه قرارات طبية بنحددها بنقول انه طبقا للحجم طبقا لتواجده في المنطقة طبقا لظروف احنا بنقولها كتيرة هذه الظروف اذا تواجدت بناخد قرار طبي لكن اكتشاف الورم الليفي بحث الصدفة ان بالصدفة بعمل موجات صوتية او سيدة طول عمرها كويسة ووسيل التنظيم اسرة مع تتقدم السن بدأت تعاني من ارتجاله زور الدورة هذه السيدة من غير الورم الليفي كنت هيحدث هذا الكلام هو كونه انه يعمله ام ماسك او يعلن عنه تواجده النزيف ده لا ده غلبان النزيف ليست من وجود الورم اما النزيف كان هو اضطراب الدورة او اضطراب الهرموني اللي فترة العمر اللي احنا بنقول عليه اللي هي بعد 40 سنة من هنا انا يعني لقيت ان لطباء المساعدين عندي متخيل ان قصة تواجد ورم يعني شيله هو كده عنده كده العرف لا تشيل ليه لان احنا لازم يكون في قرار معين يقول انه هذا الورم يحتاج تدخل الجراحي في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي العملية بقت بقى لازم بقى الطبيب يستغل العلم يستغل اللي هو ذكره او اراه في قرار علاج الورم اللي في وبالتالي النهاردة حلقة النهاردة كانت يعني للأسف تليفونات كتيرة جدا من من ازواج او سيدات انا فيه اضطراب دورة وفيه لولب فيه اضطراب دورة وفيه تواجد مع اللولب ورم ليفي باكتشافه بالصدفة يعني لسه كان قاعة عندي احد السيدات نفس القصة وقلت لها طب انا هشيل اللولب وهديكي اسبوع دوت بعد العيد الاسبوع اسف اخر رمضان واتصل بيا بعد العيد مباشرة قوليلي ان الدم منتزم انا ما دلتاش علاج نهائي نهائي انا مجرد اللولب بالبالو 15-20 سنة شلت هذا اللولب طبعا بالتعامل معاه لقيت ان فيه ظروف خاصة بان اللولب ده بدأ يتغير مكانه داخل الرحم وبدأ هو العامل المؤثر عليها اللي اتكلمتني هذي السيدة في اول يوم اللي هو كان مبارح في العمل فقالت انا مش جاية لاني مفيش نزيف مفيش دم خالص يا دكتور انا ما دلتاش علاج نهائي للنزيف خالص مجرد اني قلت لها اما يكون فيه نزيف عند هذي السيدة عند اي سيدة بعد سن الاربعين ويوجد لولب وتواجد ورم ليفي بالصدفة طيب نبدأ ناخد القرار نشيل اللي ممكن سهل قوي يتشن ونسيب الرحم نشوفه على طبيعته ايه هو اللي هتعامل ونعمل موجات صوتية ونشوف دور الورم ليفي في النزيف ده ونتعامل مع الرحم كرحم بيعاني من ارتجال هرموني موجود عندها هذي السيدة طيب لما نيجي نبص اني كان شن اللولب ونزيف وقف يبقى اللولب كان هو ليه دور كبير جدا جدا طيب هل يا طار اني ممكن النزيف ده يرجع اه ده ممكن لانه هي هي بتمر في هذا الفترة العمرية بما يسمى الديو بي او النزيف الوظيفي هو وظيفي مش لان وظيفة كده لا يعني ارتجال الوظيفة الرحم الناتج من ارتجال الهرموني اللي موجود عشان كده الستات كتيرة جدا 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 لما بنيجي في هذا العمر نقول لها قبل حاجة اول حاجة لازم افحص السادج ففي بعض السيدات تستغرب طب انا جاي دكتور في دم عندي من تحت ايه ماله السادج السادج والرحم هما الاتنين بيستجيبوا نفس الاستجابة للهرمونات ونفس الاستجابة للارتجال الهرموني وبالتالي السادج بره فسهل جدا ان الدكتور لما يفحصه يقدر يعرف ان فيه ارتجال هرموني عند هذي السيد ده ده اكبر دلالة عنده ان هذا الارتجال هيخلي السيدة دي تعاني من ارتجال في الدورة او ارتجال في بطنة الرحمية كتير جدا جدا ودي مشكلة بنلاقيها للأسف مع الأطباء دلوقتي ان البطنة الرحمية لها مراحل في النمو ومراحل في الانهيار والنزول تعمل دور هذه المراحل لها علاقة وثيقة او مرتبطة بعمل المضيض وخروج البويضة وخط انتاج الهرمون وتغير الهرمون الاول الى ان يبقى مصاحب معه هرمون ثاني ثم ينهار البطنة الرحمية بمعدل زمني مدة 3-4 ايام لخمسة ايام معدل كمية الدورة المقبولة كأي سيدة وبالتالي ان لا يوجد اضطراب نزول الدورة ما بين الدورة والدورة ده ده اللي هو المبيض السوي المبيض اللي بيعمل طبيعي زي ما هي كانت شابة عندها لعشرين سنة خمسة وعشرين سنة لكن لما نوصل الى مرحلة ان هذا المبيض يطلق بويضة وهذه البويضة غير سوية بارتجال كروموزومي داخلها بناتج من تقدم السن هذا المبيض بينتج بويضة بخروج هرمون معين هذا الهرمون يبني البطنة لكن في حرمان هرمون اخر الناتج عن الطبويت غير موجود يحدث ان في اطلاب في الدورة بصورة انها تتأخر شوية او تنزل بنزيف كتير زي ما بنقول الست الكمية بتزيد والمدة بتزيد وممكن يحصل طنقيد قبلها او طنقيد بعدها لان هذه البطنة بطنة غير سوية مش بطنة هرمونية مضبوطة لهذه السيدة طيب النهاردة لما نيجي لسيدة اخرى عندها الطبويت وقف خالص وما فيش هرمون خالص بيخرج والبطنة الرحمية ما تبنيتش خالص وضعيفة جدا جدا بقت اسمها بطنة منهارة مش قادرة تتبني هي دي البطنة الاخرى اللي هي تبدأ تنقط 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 ويدمك قليل لكن منتظم لمدة كبيرة والست هنا تيجي تقولك انا اللي عارف اصوم ولا عارف اصلي ولا عارف اي حاجة من الحاجات دي اعمل ايه معاليهاش نزيف ونسبة الهيموجلوبين كويسة لكن عندها ارتجال نزول الدور للأسف كتير جدا من الأطباء بيعالجوا الحالتين علاج واحد بيديها الهرمون اللي هو الهرمون البروجستيرون باي صورة من صورة في بعض الدكاترة يدوها قراس بعض الدكاترة يدوها البوس للأسف بعض الدكاترة بقى دولة اللي بيتعبونها اكتر يديها حقا طويلة المفعول دي مشكلة لاني انا لما ادي القراس النهاردة ولاني هتزداد سوء هذه الحالة حالة دي تزداد يعني هتبدأ الارتجال الهرموني انا زودته اكتر واكتر والدم هينزل اكتر وهيستمر اكتر بهذا العلاج لو كانت راس سهل اني اوقفها لو كانت لبوس سهل اوقفها اما لو جاتلي واحدة بقى قيتلي داني حقا طويلة المفعول وحقا زيتية مش عارف ايه ونفس الهرمون هنا بقى نبقى ندخل في مشكلة مش عارفين نحله لاني انا عندي حقنة تاخدت مش عارفة خرجها من جسمها وبالتالي السادة الاطباء يجب عليه ان يبدأ يقول هذا النزيف ناتج من انه نوع من ارتجال بطانة الرحمية ان يوصل لهذه القرار ده محجاج دكتور يكون بيفهم غضة صماء كويس علشان ياخد القرار ويعرف ان هذا النزيف من شكوة السيدة من عمر السيدة من الفحص السيدة بالموجات الصوتية هذه البطانة نوعها كذا علاجها اللي هو هيكون كذا اي علاج في هذه المراحل هيبقى اسمه تعويض هرموني هذا التعويض الهرموني عندي انواع مختلفة من الهرمونات يجب احسان اختيار هذا التعويض اللي الست محرومة منه وبالتالي نفس الكلام بيتم في السيدة اللي تم اكتشاف فيها ورمليفي وبتمر في هذه المرحلة يعني جات لي سيدة انا فاكر كويس قوي وعمرها حوالي 58 سنة الست كانت زي الفل والدورة قطعت وكل حاجة وبعد كده هذه السيدة بدأ ينزل عليها دم راحت للطبيب عمل لها موجات طلب موجات صوتية لقى يعني اكتشف وجود ورمليفي هاجو ماجو قال لها ورمليفي لازم اشيه للرحم القصة ان هذه السيدة يعني غير مقبول التعامل معها جراحيا لحالتها الصحية حالتها من سكر وحالتها من تواجد القلب ومشكلة في القلب يعني يلاجب اني استنفذ كل قوتي في العلاج واخر قصة هو اخذ القرار بيه العملية الجراحية لان العملية الجراحية متواجدة سهلة سهلة القرار لكن المضمون بتاعها والمرضود بتاعها وارد يبقى مشكلة على هزيز السيدة اللي عندها امراض مختلفة فيها مشكلة من اثناء التخدير وبالتالي هزيز السيدة لما جيت فحصتها قلت له ايوة فيه ورمليفي وهذا الورمليفي ضيف عزيز موجود السنين دي كلها معاكي وهو لا ما قامش بدور خالص ده الراجل بينكمش في فترة اللي انت فيها دي قاعد يقل في الحج كمان مش هيزيد لان هنا الفترة دي مع الانهيار الهرمون والاستروجين بيبدأ هذا الورمليفي ينحرم من الدم اللي بيتجه ليه او الاوعية بتبدأ تقل وبالتالي يبدأ هو يقل في الحجم او يحدث له نوع من انواع الضمور المختلف هذه السيدة مجرد اننا مشيت على علاج معين تعويض هرموني بناء وانزل الدورة ابني الدورة وانزل الدورة وقفت هذا التعويض دخلت على ست شهور وهي منتظمة كل شهرين بتجيلي الاقيها ما عنداش اي شكوى نهائي والسؤال اللي بتسألولي ما الليه كانوا عايزين يعملوا لي عملية هناخد الاتصال هناخد الاتصال ونستكمل المشاكل تواجد ورم الليه في بالصدفة اثناء عمل موجات فوق الصوتية اتفضل يا فن اهلاً وسهلاً يا فن بكل سالون طيبين انت طيب يا دكتور اتفضل يا فن لو سمحت يا دكتور انا عايز استفتر عن حالي اتفضل يا فن يا ريت التليفزيون توطي او تبعيدي عنه لو سمحت ماشي دكتور اتفضلي عشان يعني يا ريت استعجلي شوية في اسألتك اتفضلي يا فن يا دكتور انا الدكتور عندي فيروسات وطلب مني ان هو يعمل لي قوي لعونك الرحم ومات اتفضلي اتفضلي وانا كنت عام منظر تكاييسات واكتشف الدكتور وبعد كده الدكتور اللي متابعة معاه هنا قالي لازم تعملي قوي لعونك الرحم وعملية مات اتفضلي طيب يعني انت بتعملي الكلام ده كله عشان يحدث حمله ولا بتعملي ليه عشان اتعالج من الفيروسات الحبوب اللي عندي يا دكتور يعني ايه فيروسات وحبوب الدكتور هو ما اعمل لي منظر يا دكتور التكاييسات اللي جا عندي فيروسات حبابي برا وقال ده فيروسات لازم كل ستة شهور تعملي لها عملية مات يا فندم المنظر ده منظر بطن ولا منظر رحمي من تحت منظر بطن طب ايه علاقة منظر بطن في التعامل مع المبايد او تعامل مع اي حاجة والفيروسات اللي في عونق الرحم ما هو انا كنت جايلاله عليها الحبوب دي اللي الحبوب اللي جيتها عندي قلت له عليها هو اكتشفه هو ما يعمل المنظر اكتشفه يعني هو ما فحسكيش قبل ما ياخد القرار بالمنظر لا يا دكتور كان عامله على اساس عملية تكايسات لا انا اصلي ان هو ما كشفش عليك نهائي قبل المنظر لا يا دكتور هو بيعمل كده بياخد قراره بدون كشف بين اي حاجة خالص لا ما ياخد غرب التحاليل بس ده ايه ده ده ما بيقومش مع المكتب بقى ده دكتور ما عندوش شريك كشف ولا صدر ولا اي حاجة لا بس انا عاد يا دكتور جيت عندنا في عندي دكتور هنا في بلدنا جال لي انا هعمل لكم منظر لكوي لكوي عنق الرحم وعملية ماتح طيب عشان اشوف السبب من ايه وديك علاج انت من محافظة ايه فانديم اه صيوت يا دكتور اصيوت لا انت عندك دكتور دكتورة من اصيوت ممتازين جدا جدا اللي اكتشف ده الدكتور اللي اكتشف يا دكتور اللي كان في مصر لكن اللي عندي في صيوت هو اللي قال لي لازم اعمل لك كوي وعملية ماتح طيب اتجه لأحد الاطباء النساء والولادة اللي يعني مش عايز اقول عضو هاي تدريس يعني يكون كويس اخصائي كويس لفحص حضرتك ومعرفة ده التهاب ميكروبي ام التهاب فيروسي يعني وقرار انه يعمل مسحة ولا يبدأ ياخد قرار بايه بالظبط ده بناء على التشخيص يا فانديم مش بناء على الكلام في التليفون صعب او اتفضل يا فاندي اتفضل مهلا اتصل تاني الو الو ايوا فان السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفضل يا فان لو سمح يا دكتور عايز اسأل حضرتك هل يتم تجاهل الورم الليفي لو حدث معه حمل يعني لو كان في حمل وفي ورم ليفي اتجاهل الورم الليفي ولا ممكن يأثلي بالسلب على الحمل يعني انت سؤال حضرتك ما هو تأثير الورم الليفي على الحمل وما تأثير الحمل على الورم الليفي فضل فيعلن عن نفسه أثناء الحمل برضو عايزة حضرتك توضح لي كيف يعلن الورم الليفي يعني أنا كنت حامل وفقدت الحمل في الشهر الرابع حصل الإنفجار في جيبة المية مع العلم أننا كانتين بالتهابات بطول فترة الحمل وما كنتش بخد لها علاج فالدكتور بيقول لي أن الورم الليفي هو اللي عمل قولي له لا يا دكتور الورم الليفي مالوش دعوة بالكلام ده خالص خالص روحت لدكتور ثاني فالدكتور الثاني قال لي الورم الليفي مالوش دعوة مالوش دعوة خالص يا فندم انتي بتعاني من قصة التابات متكررة وهذه التابات لها علاقة كبيرة جدا جدا ان اما انها تبعت المادة السمة او المضرة لغلاف الجنين تبدأ تفك شبكية هذا الجنين وبالتالي مع اي كحة او عطسة او انتي نايمة بتقومي من نوم يبدأ يحصل صقب في جيب المياه مع الحمد وبالتالي يجب عليك الفحص عنق الرحم علاج عنق الرحم مع ان الدكتبيب المعالج هنا لو هذه الظروف سيئة ياخد القرار بفحص عنق الرحم لو كان في مشكلة يحتاج الى ربط اثناء الحمل لكن تواجد الورم اللي في مالوش علاقة نهائي بصقب جيب المياه يعني احنا هنا بالنسبة الورم اللي في بناخد القرار بناء على حجمه حجمه قد ايه هل هيؤثر كان اربعة خمسة قبل ان حامل يعني ولا ليه تأثير نهاية فاندم احنا بنكلم على احجام الكبيرة اللي بتؤثر ان على الرحم وبالتالي بنبدأ ندي بعض الادوية المصبطة للرحم انه يرتاح عشان يتحمل الجنين والورم اللي فيه الحجم ده مالوش تأثير خلص ما هو ده سؤالي برضو يا دكتور عزة سأل حضرتك هل فعلا فيه فيه ادوية ممكن ان ليه بتخلي الرحم انه هو يعني يتمدد والورم ما يأثير في الجنين وكده الورم اللي فيه يا فاندم الورم اللي فيه نادرا ما ليه اي تأثير على الجنين يا فاندم خالص يعني يتم تجاهله طالما حصل حمل يا فاندم ده الطبيب اللي بيعالج سيادتك لما تبقي حامل في التاسع وتيجي تولدي ويفتح بطن القيصرية ولقى الورم اللي فيه ولا بيقرب له بيسيبه زي ما هو ويفتح يطلع الجنين ويقفل ممنوع ان اي تعامل مع الورم اللي فيه نهائي ما والله يعني الدكتور جلي لما نولد القيصر ان شاء الله يعني تنكمل لفقيته جلي حسلك الورم اللي فيه لا يا فاندم منشي ليهاش لا 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 طالما حضرتك لا تعاني منه من اي شكوى وبيحدث الحمل طبيعي سيب بطنك مقفولة عشان استقصال الورم اللي فيه وارد يعمل اتصاقات داخلية تأخر الحمل بطريقة مش ضريفة بالضبط يا دكتور انا لما روحت الورم اللي فيه وامنع الحمل انا يعني بيحصل حمل وكده خلاص يا بنتي يا حبالي وهاتي خمس ستة عيال زي ما انت عايزها ايه المشكلة او بمعنى صح انسي الورم اللي فيه ده شليه من دماغي خالف يعني هو الورم اللي فيه لو هيقسل هيقسل في الشهر السابع او او ولا ولا ليه تأثير نهائي لغات ما تبقي حمل في التاسع اتفضل يا فان اتفضل يا فان يعني دايما زي ما احنا بنقول اهوة سيدة احد الاطباء يعني خد القرار معاها ان فيه ورم لي فيه مع الحمل وهو المتهم الوحيد للأسف اللي قدامه لكن هو يعني ما ارهقش نفسه في تشخيص سبب انفجار جبل مياه سبب اضطراب هذا الحمل اللي حصل احنا عندنا يعني اسس معينة في تشخيص ان سيدة مرت بتجربة سيئة مع الحمل بالنهاية الحمل في الشهر اتداء من الشهر الرابع فالغاية شهر السادس او السابع بصورة انفجار جبل مياه وولادة مبكرة وفقدان هذا الجنين طبعا وبالتالي يجب على الطبيب يقيم الدنيا انا هنا هي ميكروب ولا ان مشكلة في عنق الرحم لو كان ميكروب يعالج واسناء الحمل يفضل يعالج على طول لانها يبقى متكرر وبالتالي ان القصص دي يا ما شفناها ولما قررنا بالعلاج الصح كل السيدات كملت للتاسع ولا فيه اي مشكلة وجود ورم لي فيه مش موجود ورم لي فيه ملوش علاقة اذا انفقدان الحمل في هذه الفترة يجب على الطبيب تشخيص السبب اللي هو اساسي في انفجار جبل مياه وبالتالي مش عايزين نقول ان هو نيجي طبيبي يقولك انا انا شايف الورم لي فيه بس لكن لانهما فحصي اصلا هو لو فحص هيشوف الولتهابات هيشوف ان فيه مشكلة فيه عنق الرحم وبالتالي نرجع تاني ان قصة كلها هي اكتشاف تواجد ورم لي فيه بالصدفة اثناء الحمل اثناء مثلا تركيب لولب اثناء حضراتكم بعد السن الاربعين لأي سبب لدرجة ان احنا شوفنا حالات غريبة جدا حضراتكم تواجد اكتشاف الورم لي فيه تم اكتشافه عن طريق دكتور امراض بطمة تخيلوا يعني سيدة جاية تعاني من القولون وانتفاخات واسوق هضم وكلامين يجي دكتور البطمة او يبعتها تعمل صنار على المرارة وعلى البطمة عشان يشوفه الطبيب يبص على المرارة اللي لها سليمة يبص على كل حاجة سليمة ينزل سنة تحت كده يلاقى ورم لي فيه مسدق ان هو لقى ورم لي فيه يكتب ان فيها ورم لي فيه تتغير قصة من قصة انها بتعاني من ارتجال في الهضم وقولون وانتفاخات وسوق هضم وتيجي تقول لي انا فيها ورم لي فيه لدرجة بعض السيدات كانوا بيتخيلوا ان هذا الورم لي فيه هو مسؤول عن هذا الكلام يعني فيه سيدة عادت يعني احارب معها ان الورم لي فيه مش هو سبب ان بطنه بنتفخ يا سيدي هو بيعمل ايه ازاي ورم لي فيه ينفخ البطن وبعد كده يرجع تاني ينفخ البطن بتقول لي هو اللي الدكتور قال لي كده يبقى ازا النهاردة القصة هي كلها هي قصة متعم بدور عليه زي بالضبط القصة اللي بقولها لكل المرضى وبقولها للمساعدين بتولي بقولهم احنا عاملين الاطباء بقوا عاملين زي زابط المباحث اللي عنده قاتل مش لقيله قاتل بيدور اي وحي يدخله عليه او يمسكه ان شاء الله يطلع امين شهرتها ومسكه يقوله انت لقاتلت عايز اخلص من قضية فبيدور على متهم عشان يخلص من هذه القضية وبالتالي المتهم هو الورم اللي فيه القصة كلها مرة وهي اثناء حامل مرة وهي عندها مراكبة الاولب مرة وهي عند سن الاربعين يعني قصة هي قصة ان الدكتور اللي بيلاقيه قدامه عايز ياخد به ويخلص مش عايز يتقطعب نفسه في اعادة التشخيص بالقصة السبب ليه بقولي الكلام ده كتير جدا من سيدات تعاني من ارتجال نزول الدور في السنة الخامسة واربعين ييجي الدكتور يقولها في ورم ليفي تفرح الست جدا يلا شيله لي يا دكتور خلينا اخلص من الدنيا دي يلا شلك الورم ليفي بس ولا شلك رحم لا شل الورم ليفي يشيل الورم ليفي يا ضوبك شهر اتنين ترجع الست بنفس القصة بنفس الشكوى هي ارتجال نزول الدورة بصورة انقطاع ونزيف او بصورة ارتجال تقوله ما احنا شلنا الورم ليفي ايه اللي حصل يقولها يا ستي دي ارتجال وظيف يا دكتور ما هو ارتجال وظيف من الاول ايه اللي دق الورم ليفي اللي انت فتحت بطنها وشلت هذا الورم وهو مش محتاج التعامل الجراحي اذا النهاردة اما نجي نتكلم على اكتشاف الورم ليفي طالما لم يعلن عن نفسه بمشكلة ما عملوش يعني النهاردة الورم اللي في متواجد لكن اعلن عن نفسه زي ايه بيعلن عن نفسه يعلن عن نفسه ان هو بيعمل نزيف وهو تواجده قريب من التجويف الرحم من بطانة الرحمية على طول قاعد هو قريب من بطانة الرحمية وبالتالي ليه دور كبير بتواجد النزيف طب لو اعلن عن تواجده عند الانبيب وهو المسبب تأخر الحمد لو اعلن عن تواجده ان في وده نادرا ان لما يكون هذا الورم اللي في موجود في عنق الرحم يضغط اذا كان في جدار الامامي يضغط على مسانة اذا كان في جدار الخلفي يضغط على القولون او يضغط على المسانة برضو ايضا بما بيجبر لانه مزنوق في العظم في الحوض اذا هذا الورم اللي في كان تواجده اعلن ان هو بيبدأ يزيد بطريقة غير طبيعية او خد حجم كبير بالدرجة ان احنا عمل اساءة لبطنها كبرت جدا بتواجد هذا الورم اللي في اذا هذا الورم اللي في بيعلن عن نفسه بمشكلة احنا بنعرفها اذا لازم اقول التشقيص ان ازالة هذا الورم المشكلة تنتهي لكن ما ينفعش اتدخل جراحي واشيله والمشكلة تفضل موجودة زي ماي اذا تواجد الورم اللي في واكتشاف الورم اللي في بالصدفة زي ما اتفقنا اثناء عمل موجات صوتية من طبيب موجات صوتية مع طبيب باطني مع طبيب امراض نسا هذا التواجد انه يكتشفه بالصدفة هنا لازم الطبيب يبدأ يقرر ايه العلاج الانسب نبدأ نتكلم بقى على ان في مشكلة لما بنيجي نقول سيدة جاية تقول لي ان انا اكتشفنا ان وجود ورم اللي في عند بنتي وهذا الورم اللي في كبير بالدرجة معينة هنا بنبدأ نقول لا احنا مبكرا نبدأ نتعامل معا بيئة تدخل الجراحي وكان حجما باين جدا وممكن حدث الكلام ده قبل رمضان بالزبط عندي عندي بنتي عندها 12 سنة ولقناها هو السؤال اللي محيرني او بنت عندها تقريبا كان عندها حوالي 16 سنة اسف هل يمكن ان الورم اللي يفي يظهر عند بنت عندها 6 سنين لا طبعا نيائي لان الورم اللي يفي بتولد زغير جدا مع البنت وما يجبرش الا ما يبقى عندها تجيلها الدورة لان الدورة معناها في طبويد والطبويد معناها في هرمونات والهرمونات معناها هي بتغزي هذا الورم ولازم ياخد مدة كبيرة عشان يجبر هذا الورم اذا انتواجد الورم اللي فيه في بنت قبل سن نضوج غير والد نهائي اي ورم في هذا السن بيعتبر ورم خطير الى ان يثبت عكس هذا وبالتالي ان الاطفاء نعم اتفضل اتصل الو الو اتفضل يا فن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فن كذ بحاتك طيب يا دكتور الله يخليك يوم طيب يا فن دكتور المتجوزة لي 8 سنين عندي طفلين والدهم ولادة قيصرية اتفضل اطغر طفل عنده 4 سنين كان جمز يسافر بيدكتور بعد الولادة طبعا أخدت كنت باخد منع الحمل جينيرا بس قبل موضوع المنع الحمل دكتور بعد الولادة قيصرية الثانية بعشر ايام قل لي نزيل شديد كنت باسخن نزيل سناوي قل ما أشان سخونة شديدة وقل لا نزيل شديد دخلت المستشفى ده بعد الولادة الثانية بعد الولادة الثانية ب11 يوم اتفضل يا فن دخلت المستشفى كانو بيدني الأمرزولell محلول وكان بيدوني ميزوتاك ومضدات حيوية كتير وخدت أربع كياس دم وطلعت من المستشفى بعد أسبوع إلى حد ما كانت حالة مستقرة بس كان عندي طبعا أنمية جديدة بسبب النزيل وهم قالوا لي وقتها أن الحالة مستقرة يعني بعد كده دكتور قلت الحمد لله بعد كده بدأت المشكلة بعد ما بدأت أدور على حمل تاني بعد ما بطلت مانع الحمل بدأ فيه آلم في جدارح القيصرية ليمي والآلم مش في بطني من قوة لا في رحم بطني فيه حتة كده مقلباتة جوة كرس كل مشاكلك لها علاقة بآخر قيصرية فن أيوه روحتي يا دكتور بدأت طبعا أروح لدى كدرة النصف في بلدنا في بلدنا هنا بدأوا يدوني مناشطات المناشطات بدأت تأخر الفيديو شهر كامل لا لا بعد إذنك القصة مش قصة مناشطات نهائي هي قصة لها علاقة بالقيصرية بالنزيف السنوي اللي حدث لسيادتك الناتج من بقايا من الخلاص أو بقايا من غلاف الخلاص أو أي بقايا عملت نوع من أنواع النزيف السنوي دي مشكلتها إنها بعد زي ما أنت قلت سخنتي ونزافتي ده ما لهاش علاج إلا أن احنا بندي بعض الأدوية زي ما أنت قلت الأمرزول وأدوية أخرى من ضدات حيوية ووقف النزيف في صوب المعينة ونقل دم وخلصنا الحالة ومرنا بسلام يبقى المشكلة عندي داخل التجويف الرحيم ما عملت دكتور بعد كده فيه دكتور قال لي أعمل أشعب الصبغة عملتها يا دكتور قال لي الآن بيب سليمة لأننا حاليا مشكلت تأخر حامل هم بيتجاهلوا الألم في الجرح القسرية رغم أنهم مشكلت حاليا أنا اللي بعاني من نزيف أثناء البريود والألم الشديدة لكل مدى بيزداد ولون الدم بتاع البريود بقى سويد ومش هي دورة الدم تغير القصة دي مهمة جدا جدا زي ما قلنا أن المتهم الوحيد هي العملية القيصرية يجب عليه الطبيب أن يبدأ ياخد قرار مهم جدا أن واحد هيعمل فحص كويس جدا اتنين يعمل الأشعة باستبغى ولازم اللي يقراها يكون فاهم هو بيدور على إيه لأن أنا بدور على بعض الحاجات معينة مش أي طبيب حتى بتاع أشعة يقراها لأن أنا بتخيل إسمعيني أنا بتخيل أن يكون الالتهابات أو أن ترك بعض مكونات الحمل دي تبدأ تعمل انتصاقات تبان في الأشعة تعمل يكون للمشاكل أو أن يكون الطبيب العمل العملية بعدم أن هو يكون يعني ماهر هو العمل تناسى جزء من الخلاص وأن حتى دوت هذا الطبيب ما يتمش غلق الرحم غلق كامل وغلق بطرق صحيحة طبية وبالتالي في بعض الحالات اللي أنت حراك بتقولي عليها بنلاقي أن احنا بالمنظار البطن أو بتتشخص بالموجات الصوتية الثلاثية الأبعاد ما يسمى النيش اللي هو أن جرح القيصرية بيكون فيه جزء معين غير مكتمل جزء معين مفتوح لكن مش هتعاني منه لكن تبدأ يعانيني من هذه المشاكل اللي أنت بتقوليها من ألام في الضورة لغبطة في الضورة تأخر الحمل هذا النيش يتم تشخيصه بالثلاثة الأبعاد أو المنظار البطن أو معاه منظار الرحم فضلي يا فندم محتاجة دكتور الأول يقيم الدنيا بحاجة تانية قبل بتتدخل الجراحي يعني أنه يعملك دكتور كويس في الموجات الصوتية سلاثة الأبعاد قراءة الأشعة اللي بالسبغة تطقري صح أنه واحد يمسكها طبيب فاهم يعني هو بيدور على إيه هو قرره يا دكتور يا فندم كلمة سليمة ده هو بيشوف كده حتة تجويف رحمة وحبتة أموبة مفتوحة وطرش السبغة وانتهى أنا عندي سيدة ذكرت ليا المشكلة الأولانية إن في حدث لها نزيف سانوي بعد القيصرية يبقى إحنا عارفين إحنا إيه اللي حاصل عمل النزيف وعارفين إيه المشكلة اللي عند سيادتك فندور عليها عشان نقدر نعليجها وناخد القرار فيها شكرا خير فضلي يا فندم معانا إيه فندم؟ فيه اتصال؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم عليكم السلام ورح نطلق فضلي يا فندم قلت لك يا دكتور أنا عندي المدينة عندها الورا من ليس فضلي يا فندم طب إنو وطي التلفزيون يا باش مهندس وطي التلفزيون فطبعا لما كشفنا على المدام الدكتورة جالك لي أن النسبة بتاعتها خرطة وثلاثة من خمس السمك بتاعه حجم بتاع الورا الأول المدام عمرها الديفن؟ تسعة وثلاثة اه ثمانية وثلاثين سنة ثمانية وثلاثين سنة وعندها أطفال الديفن؟ عندنا ولدي وفي وسيلة لتنظيم الأسرة؟ اه اللي هو البرشام بتاع الواحدة بتستخدم راس مانا الحمل يعني المايكروسيبت المايكروسيبت اه ايه الشكوى بتاعتها اللي خليتها راحت لدكتورة نيسة يا فن؟ بتشكي بألم في البطن في ألم شديد يعني معها في البطن حاضر ايه تانية فن؟ وانقطاع في الدورة بتاعتها طب والطبيبة الشطرة الكويسة قالت لك ان في علاقة من الالام والورم الليفي؟ او في علاقة ما بين انقطاع الدورة والورم الليفي؟ ايوا طبعا طلبت مننا اوشعاد ايوا بيما طلبت ولاقت ورم ليفي طب ايه علاقة؟ اه لاجت الورم فجالت لازم يتشاهد لا يا فندم دي زوجة سيادتك يا فندم بتعاني من الام هذه الالام الورم الليفي لم يعلن عن نفسه بالالام نهائي خالص ملوش دور ان هو يقلم هيقلم ليه؟ الدكتورة جالت النسبة اللي عندها احتبر السمك بتاعه خمسة خمسة سنطين يا فندم طبعا لازم تشيله لا يا فندم بحالة النية جالت لازم ان انشاء جالت لازم تعمل عمليات دراحية لا يا فندم ولا تشيله ولا حاجة لازم استيدها تشوف سبب انقطاع الدورة لها علاقة بالقراص منع الحمل ولا لها علاقة بايه؟ وردو بندخل السؤال فعلا لها علاقة بالبرشام طيب ما انا بقول لحضرتك يا فندم هي منعيته منعيته خسرة وقف البرشام منع الحمل خالص يا فندم تمام؟ وبالتالي احنا عندنا خطين ممكن اي خط تخش فيهم اما الخط اللي هو بنقول عليه بوست بيلز امينورية يعني انقطاع الدورة بعد وقف وسيلة تنظيم القصة دي ما بتاخدش من ثلاثة لستة شهور وترجع الدورة السليمة زي الفول تاني تمام؟ ما علاقة الورم اللي في بالالام لا يوجد علاقة طب اذا انت مالك بالورم اللي في بقى اسيبه عن خط عالج الوجع او الالام وعالج الدورة المقطوعة ايه اللي خاني افتح بطناعة واشي الورم هو ملوش ذنب حضرتك حضرتك الدكتورة مارضيكش تكتبلي على اي علاج يا فاندي مروح لدكتور يكون بيفهم جالتلي لازم ان تتواجه للعملية على طول لا يا فاندي وقالت ان جالت عملية فانا برضو اتقلت معها اتكلمتي معها يعني فقالت جالت لي ان العملية ديت انا قلتنا فيه علاقة بين العملية الورم والرحم جالتلي ممكن هو اللي ممكن وقالت ان انا هنفتح البطن لازم اشيل الرحم الرحم كما عايزة تشيله؟ يعني عايزة تشيل لك الرحم كمان؟ اه جالت للموقع انت اعتمد على اكرار في حالة ان انا فتحة بطنها ممكن اتفاجي بحاجة اشيل الرحم يا بيدي متغزة منك يا فاندي متضايقة منك انا مفيش بينه وبين حاجة يا سعدت البهشة لوح للدكتور يكون كويس الله يسعدك دي دكتورة معلش ربنا يديها الصحة وتكمل دراسيتها وتبقى كويس هو هتوقفك على باب العمليات اشيل لك الرحم ولا لا ايه الكلام ده مفيش الكلام ده يا فانديم خالص في حاجة اسمها انها هي محتاج الورم اللي في محتاج تدخل جراحي او لا بس تمام؟ اتفضل يا فاندي معنا اتصال اهلا 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 وسهلا يا فاندي اهلا بك يا دكتورة اتفضل يا فاندي ما عالشي دكتور كان عندي الدورة مختلفة عندي في كل شهر بس بتجيلي بقلم السنة كم سنة يا فاندي واحد وعشرين سنة واحد وانيسة لا مدين حضر لك متزوجة مخلفة؟ لا باري كانت سنة ما حصلتش حمل ما حصلتش حمل طيب ايه السؤال دلوقتي يا فاندي يعني سؤالك الام ولا تأخر الحمل باثنين ايهما اكتر سؤالي اثنين الحمل اخذ طيب الطبيب المعالج لسيادتك قالك ايه سبب الالام المبرحة اللي انت بتقولي عليها اسناء الدور فاندي املاح و لا دا بيهرج تاني هنرجع برضو تاني املاح يعني يا فاندي كلمة املاح دي ما بتتقالش إلا في المجتمعات المتخلفة يعني ما فيش كلمة دي املاح ايه اللي علاقة من املاح ايه وانتي ايه اللي جابر الراحم للاملاح يا جماعة كلمة املاح دي انا بسمعها دايما في كل الارياف ما بيقولهاش لطبيب الارياف لان هو كلمة عندك ملوحة عندك املاح ايه اللي علاقة ملوش علاقة نهائي لدرجة ان حضراتكم في سنة تقريبا 85 جبت كتاب اكبر كتاب اسمه ماكسويل جبته من المكتبة الامريكية عندنا هنا في مصر وقاتع تقرى فيه لما استويت كل الناس بيقوله الوقت ده ملح واملاح ومش عارف ايه كل الكلام ده ولا يوجد له صلة بالعلم نحي اتفضل معا مداخلة ايه اتفضل يا فاندي عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فاندي لا سمحت انا كنت عندي وراء مليفي واملت عملين بالجار عن تجويف الراحل ثانية واحدة سني كم سنة فاندي تسعة وثلاثين ونص وعملت العملية امتى فاندي عملتها في شهر ثماني بعد ما عملتها اصبري علي كان ايه الشكوى قبل ما تعمليها الشكوى اللي انا قعدت تقريبا بنتي خلفت بنتي بعد تسعة شهر من الجواز حملت وجبتها وبعد كده كان عندي وراء مليفي قبليها كانت الدكتورة ايه اللي عندك وراء مليفي خارج الراحل وبعدين قالتلي هنشلولك في القيصري ما حصلش نسيب اللي اشالت قال مهم اللي قدر ربنا بعد كده عاوز نجيب عيال تاني وفي دلوقتي عندها ثمان سنين ما حصلش نسيب انت معاك كم طفل معاك كم بنتك عنديك بنت واحدة عندها ثمان سنين ونص اتفضل يا فن وسيادتك الفترة من الفترة الفاتة دي عملوا تدخل جراحي وشلوا وراء مليفي لا اول مرة منزار لانه عملي دخل على تجويف الرحم والدكاترة اجمعت كلها اكتر من دكتور ودكتورة اجمعه اللي هو مش هينفع ولا حقم مجهري ولا ينفع حامل طبيع يا فندم يعني هو عملك الجراحة كانت منزار رحمي ولا الجراحة كانت فتح بطن لا هو كان منزار رحم ده علشان عشان يجاهز سيادتك لدخول برامج الحقم مجهري لا ما كانت منزار رحمي يعني هو الشكوى كانت نزيف ولا عايز حامل يا فندم ايه؟ يعني الشكوى عند سيادتك الشكوى اللي هو قفل التجويف الرحمي وبدأ يعمل نزيف تمام وحجمه قد ايه؟ حجمه كان تقريبا معدل الاربع وشوي يعني كان في التجويف الرحمي اه تمام يا فندم والسيادتك بتفكري في الحمل لا ما كانت في اثناء الحمل اثناء الحمل يا فندم عايزة تحبالي اه لازم يتم استقصال هذا الورم الليفي عن طريق البطن لان هذا الورم الليفي هو قريب من التجويف الرحمي وله دور في منع الحمل او اجهاض متكرر ها لو مفيش حمل حصل بسرحة يا فندم انت قلت ان هو الورم الليفي قريب من التجويف وقفل التجويف ام يبقى خلاص اعمله ايه لازم اشيله طب انا شلت ما انت قلت عملت منظر رحمي وما شلتهوش لا شلته شلت بمنظر ام شلتيه بالمنظر من تحت طب ان انت منظر يا فندم الورم الليفي انت تريده كبير طب ام مش فهم انت مين اللي بتكلم عن سياتك او ايه بالضبط طب شكرا يعني دوقتي احنا هنا هي حصرتنا في وجود ورم الليفي وهذا الورم الليفي تحت تجويف تحت بطانة الرحم وهذا الورم الليفي تواجده المكان بتاعه هو اللي سيء فبيقوم بدور تكرار نزول دم مع تأخر حمل او تكرار فقدان حمل يبقى لازم ان انا اشيله وبالتالي هنا لما اجا اشيله عن طريق المنظر الرحمي هاشيله ازاي لازم اشيله عن طريق حاجة اسمه التأشير ان انا بقشره زي البطاطس بيجي جهاز معين بالمنظر بيبدأ هذا الجهاز بعض اشر الورم الليفي على قد ما اقدر بدون مني انا اعمل صخب في الرحم وبالتالي وارد ان بعض الاطباء يعملوا على جلسة ويعيد الجلسة مرة اخرى لانه لما بيقشر بيبدأ يكمش ويبدأ يظهر مرة اخرى ادي له شهر واعيد مرة اخرى او انه هو يتدخل على طول بالفتح البطن ويستقصل هذا الورم بامان اذا كان هذا الورم حجمه مش كبير والد اقدر اشيله بالمنظر البطن حجمه كبير او متعدد العدد بتاعه ماينفعش لاجم ان انا اعمل فتح بطن واستكشاف وثم استقصال هذه الاورم وكل الحالات اللي احنا عملناها بقت كويسة جدا واللي كانت عايزة تعمل حقني مجهاري حدث لها حمد طبيعي وبقت كويسة او كده انا شايف السيد المعد بيقول لي ان الوقت بتاعنا نفذ وان شاء الرحمن هنعلن بعد كده عن موعيد جديدة لحلقات صحة حواء في الظروف اللي احنا فيها جائحة كورونا ان شاء الله واتمنى ان انا يعني دلوقتي بحاول ان انا اعلم الاطباء اعلم المرضى ان يا جماعة لا في حاجة اسمعها عليك طبي في حاجة اسمعها ان انا اقدر اخد قرار ان انا اهد الدنيا وخاليك في فيتك مش محتاجة تدخل الجراح الا اذا زي السيدة الالد دلوقتي بينزف وما بحمل شيء لا ده لازم يتشاند ما عندناش قرار قرار تاني حلقات صحة حواء هي حلقات طبية اتمنى ان احنا نكون بنعرض الموضوع طبي حقيقة زي ما بنعلم اطبقنا الشباب من ماجستير او دكتوراه او حتى البكاريوس بنعلمهم ازاي يبقى طباء ودي كلمة اللي بقولها لهم دايما لاجب ان انت تصق انك طبيب مش انك واحد بتكتب وشتة ليازم الطبيب ان هو يشخص جيدا ثم يفصل البرنامج العلاجي او الجراحي تبقى للتشخيص وده اللي بقوله لهم دايما that's why we are doctor حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من استاذ دكتور ايمان حمودة استاذ امراض النساء والتوليب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصرية هنرقاكم على خير بناء على الخريطة الجديدة ان شاء الله اللي هتعلن لكم في حلقات صحة حواء معكم استاذ دكتور ايمان حمودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى